ومن جهتها أعلنت وزارة العمل وتنمية الاجتماعية أنه بناء على توصيات الفريق الوطني الطبي فقد تقرر بدءا من يوم غد ولمدة ثلاثة أسابيع تعليق الحضور والاكتفاء بالتعلم عن بعد بالمراكز والدور التأهيلية الحكومية التابعة للوزارة ودور الحضانات ومراكز ومعاهد التدريب الخاصة المرخصة من قبل الوزارة ووفقا لهذه التعليمات فإنه يستثنى من ذلك أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بتلك المؤسسات في حين سيستمر الحضور في المراكز الأهلية الخاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفي هذا الشأن تؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تؤكد أهمية تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية المقررة في ظل هذه الظروف الاستثنائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع ترجمة نانسي قنقر